يقول إن والده نظر إن لو أخوه نجح يصوم لله بقية عمره تطوعا يومي لاثنين والخميس وبالفعل الرجل صام بعد نجاح ولده وصام لاثنين والخميس وبعدين الآن بلغ من العمر أرذله وعنده تمنين سنة ولا يستطيع أن يديم الصيام وأن يواصل صيام لاثنين والخميس لظروف الصحية يعمل أي واحد نظر نذر وتعصر عليه أن يؤدي هذا النذر نقول له عليك كفارة يمين تكفر عن اليمين أو تكفر عن هذا النذر اطعم عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقب معتش تحرير رقب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم يبقى احنا بنقول لك دلوقتي يا أستاذ أحمد قل لولدك الذي لا يستطيع أن يصوم لاثنين والخميس وفاء بنذره لأن سيدنا السيدة عائشة تروى عن سيدنا النبي أنه قال من نذر أن يطع الله فليطع ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه النذر يكون في طاعة قال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يبقى إلا يوفي بالنذر يوفي في الطاعة ينظر في طاعة فهو لا يستطيع أن يصوم الآن يكفر عن نذره أو عن يمينه اطعم عشرة أو كسوة عشرة أو صيام ثلاثة أيام إذا لم يستطع الاطعام أو الكسوة والله تعالى أعلى وأعلم اشتركوا في القناة